إيه يا علي؟ إيه يا هند؟ عايز أفهم إيه مواعيدك المضروبة دي؟ مش مضروبة ولا حاجة؟ بات يلا بقى فين الراجل؟ عايزين ننجز؟ ما كنتش عارفة وصل له كنت مشغول كده هكلمه وارجع عليك طيب خلاص أوكي أحددلك معايد معايا ونظبط كل حاجة بتي عارفة المضوضة التام زي اللي في المي هنروح فين؟ نروح فين يا علي؟ في حتة تانية خالص بني اسمع منك بس الساعة هنحتاج مبلغ كبير قوي أكيد لا ما تقلقيش ده بحاجة من الاستثمارات اللي هتتفتح والشغول اللي هيتم خريباً أنا هاخد فلوس اللي عملت كلها وأنا كمان هيدخل شريك أنا مش قلقانة من موضوع الفلوس احنا بس ندخل بس إحنا لسه ما ترحناش المشوى للمناصع علي من أمتى وانت بتعمل كده عني؟ بغاير يا سيدي بغاير يمكن ترضى عني يا أم مصري تخيالي حضرتك أنا وعايدة عشة عمر بس عمره ما دفع أقرش في أي كنباوند أنا بقى بنيه سواء هنا أو في الساحل أو في أي حتة لازم يشوف الكمباوند أو اليونتس ما بني قدام عينه عشان يبدأ يشتغل قوله يا ابن عيب وما نسيت إلي الغرب الدرجة دي؟ لا والله مش قلت ثقة أنا فاهمك الموضوع أنا بقى محتاجة جمّة فلوس وفكها بسرعة بريسال أهو دي الحكاية قول نابي يا أخي كسفتنا وبنام مدامنا هنا بالشغل بقى بس يا سيدي إحنا جايين على الثقة في اسم الشركة وعارفين أنت أكيد بتنفذ مع شركات محترمة بالزبط كده تمام هو الكمباوند اللي إحنا بنتكلم فيه تكلفته الأولانية هتبقى حوالي مليار ونصف وعشان حضراتكو تخشوا معنا فيه يزم تخشوا بنسبة مش أقل من 25 عم والله يا نجمة أنت لا محتاجة ميكاج ولا بتاع أنت منورة أكتر من الإضاءة دي كلها مع أن صرف عليها دم قلبي بس مستعد أصرف تاني وتالت ورابع ترجمة نانسي قنقر